النهاردة بازن الله هعمل لكم جلاش اه بالبطاطس او سموه جلاش اقتصادي لان هو فعلا اقتصادي وطعم مطخفة هي مكوناتها عبارة عن جلاش لفة جلاش اه بطاطس اه سلقها باشرتها مفيش حد يقشرها ويسلقها لان هادش رمية منك كتير اه مش هتبقى حلوة فهي تتسلق باشرتها وبعد كده بنقشرها آآ بصل آآ مرأة آآ خضروات آآ ملح وفلفل وآآ بقدونس وآآ حبة كوزبرة صغيرين ده طبعا اغضر آآ صالصة وبابريكا دول هدينو منعرقش وهوريكم زي الطريقة دلوقتي اول حاجة طبعا هاملها معكم انا هاخد البصلة وآآ طبعا انا كده كده سلقى البطاطسيات مسلوقة فاقشرها طبعا بس اول حاجة هحطها هي البصلة آآ اطاقها صغير وحطها في زيت وآ وحمرها على النار طبعا مش هتتتحمرها يا مجرد بس ما هتتبل كده وبعد كده رجع لكم كامل كده زي ما انتم شايفين اهوات انا كده بحمر البصل هو كده دبل امش عمر اختار من كده وآآ اشارت البطاطس هيت بس هارسها وهقطع الخدرة كده هارس معاكم بقى البطاطس هجيت طبعا انا هارستها كلها طبعا انا مش عاوز اضيف عليها ولا زيت ولا حاجة ان كده كده الجلاش هبقى حطى في زيت بس كده هحط عليها التوابل هحط عليها فلفل اصمر هحط عليها ملح بس هما دول اللي نخطم عليها هحط ترق عليها آآ طبعا هيتقلبوا كده الاول كده انا اقلفتها هوت طبعا هضيف علي البصل زي ما انتم شايفين انا مش محمرون هم ندبلها بس كده طبعا انا من وشاء البصل والتوابل يعني ده اهم حاجة في الاكل هما اللي بيدوا طعم وريحة في كل الاكل هقلبهم برضو كده واحط بعد كده عليهم الخضرة وادوق بقى وبعد كده يعني نشوف هنعمل ايه كده انا خلقت بقى البصل زي ما انتم شايفين طبعا البصل كان فيه زيت عشان كده انا مردتش هحط زيت عشان برضو زيت مدقاش كتير منه بيعمل حرقان ومبرضوش ان انا زور منه في الاكل هاجي كده هحط بقى عليه البقى جونس في الكزبرة هاصل بقى كمية انتم عاوزين تحطوا كلها هنشوف مع بعضي محتاجة تاني وهلأ بقى كده انا متاهية لانها مش محتاجة تاني وعمتنا يا كل ده دي زي يعني طبعا كده انا جهزت معكم بقى الصينية اه قبل ما جهز طبعا اواف ده في الصينية انا ولعت الفرن عشان ياخد سخونيته او يسخن فدلوقتي هاد معكم الصينية كده بالزيد طبعا كده طبعا اسمت نص الجلاشة هو هاتني الحتة دي كده عشان ما يعني ما تدريش به ممكن اسرح واجري به وهاخد ورق ورق بقى كده ناخد ورق ورق بقى كده نحطها طبعا ما هقول لكم بقى الزيادة ديت لولي مسلا الجلاشة كبيرة بعملين ايه بضبطها كده الاول واتني الجوة كده واتني من هنا طبعا مش هكتر الزيت وقوم دهنا كده زيت فقط بسيط او رشوش الزيت اللي بعد كده عملها عكسر احي هحطها من هنا كده هاتني من عندي من احيان دي واتني كده برضو رشوش الزيت بسيطة كده نعمل هالكو تاني برضو طبعا الافضل ورق ورقة عشان يبقى مورق معك حالا اه انا طبعا ابدأ من هنا المغازي اه هاتني كده طبعا انا ما حبش ان انا قص الجلاش حط في الاكلات الفطوري بس هي بزي ما هو كده وبتنينة وهي كبيرة عام اللي صاميه وهكزا بقى لحد ما خلص كله ودع لكم كده انا خلصت بقى النص اللي انا قدت تانية الاول اه اللي هي بقى الطبقة اللي هي الوسطانية دي دي مش بقى هنا لان انا كده كده هنا فيها زيت فانا عشان برضو ما تقلش الزيت احط كده نفرد على فكرة دي بتنفع في الرحلات هي والبيتزا بيبقى طعمهم طحفا والكزبرة اللي بحطها مش بحط كتير على فكرة يعني هو هي اساسها بقدونس بس الكزبرة بتديرها حلوة فيها الكزبرة الخضرة عمدا بتديرها حلوة نفردها بقى كده ما اضعت كده انا فرجت هوت البطاطس وسويتها حلو اقتدي برضو حط بقى الطبقات كده هكمل بقى طبعا دي الطبقة اللي هي اولانية دي هحط بقى عليها برضو واحدة عكس واحدة كده على فكرة ممكن اللي بقى ده بقطعه واعملوا سمبوسة يعني نفس يعني احشين وطبقوا زي السمبوسة بالزبط لان بتبقى الارض بتاعه او طوله بيبقى نفس المقاس السمبوسة فممكن ان انا اخد كل ورقتين كده وحشيهم وام طبقهم زي السمبوسة وبالزبط بلوة بحيز ان انتبسانين ما منع الوش وهتدي ان انا اسقلها بالزيت الوشي طبعا ده بخط له زيت كده عشان كما نعرف وقطعو ايه باش نجف معي زي ما انتم شايفين كده هنقطع مع بعض بقى وغادي اقول لكم هنعمل كده هنقطعها مع بعض بقى خسب ما انتم عاوزين ان ازل طحها هنقطع اللہ بس محتى كده بقى هنجيب آآ ملأة خلصة صغيرة مش كتير طبعاً حبيت ببريك كده صغيرين عليكم كده معراض ودهن الوش وممكن بدخلها كده الفرن من غير ما بدهنة ولا حاجة بس انا عشان تتحمل مايا حلو وقم دهنها بس هي دهنة بسيطة عشان تخمر معي انا مش عاوزة طبعاً اوفايد هنا كتير بس انا مش عاوزة ازود بس هدخلنا طبعاً الفرن انا آآ مسخنية هندخلها الفرن مع بعض دلوقتي قبل ما تاخد السخنية والتنشف شوية هكون انا جبت آآ مرأة ومية سخنة لو كف فيها المرأة وآآ زي ما بعمل اللبن بالضبط يعني آآ في الجلاش اللي هو الفطاري انا بعمل مسلا نائمة آآ كباية لبن وآآ بس ايها بيها ديت بقى هعملها بالا بالمرأة اللي هي المرأة الخضرات كده عاوزة حميل كده من كده زي ما انتم شاهدون شوية شوية بس ايها بقى بالآآ بديل اللبن طبعاً اللي هي المرأة المرأة الخضرات انا شرطها كده لها مش كتير طبعاً عشان اتخدش معي وقت في الفرن oles وقت فخكم المرأة الخضرات مع المرأة الفرين طبعا هنالشاوز ازود لها عشان ما تعجنش مني او تبقى مش حلوة وتاخد وقت معي في الفرن لأ اوه كده تشربت الفرن لا ما انتم شايفين وادخلها تاني الفرن وانتم طبعا شايفين ان هي ما خدتش النص كباة كلها ادخلها الفرن لما تتحمل الخرن بالتالي بالتالي المترجم الى الان المترجم الى الان وهناك بالتالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة